كنا نتابع مع بعض أجواء الميلاد ويمكن هذه السنة فيه نشاطات وفعاليات كثيرة بتعطينا قديش طاقة روحانية جميلة وحلمة وحلوة رغم كل الظروف الصعبة الناس عم تحاول تلاقي إلى فسحة أمل وفسحة فرح لتمارس تقوصها وتعيش هذه التفاصيل مئة بالمئة يعني يمكن نور الميلاد هو المساحة المتجددة يمكن بقلوبنا اللي بتدعونا في ضجيج الحياة أنه نتذكر أنفسنا ونتذكر الآخر ونتذكر إنسانيتنا معاني الميلاد بتتجسد بكتير أصاص أكيد اليوم رح نحكي حديث موسع عن أبعاد الحدث الميلادي مع قدس الأب سامي حسني كاهن في رعية سيدة دمشق يسعد صباحك وميلاد مجيد يسعد صباحك إن شاء الله العام تبخير والجميع بألف خير وبلدنا الحبيب بألف خير يسعد صباحك وميلاد مجيد بالبداية خلينا نحكي عن الميلاد بداية الميلاد وتاريخ الميلاد وكتير من التفاصيل يمكن لهلأ نسعد ونكون سعيدين جدا بسماعة ميلاد المسيح هو حدث كتير مهم بحياتنا ميلاد المسيح انتظرته البشرية جمعا الأنبياء في العهد القديم كلها تمهدوا لمجيء المسيح يسوع البشرية كلها كانت عم تنتظر الخلاص وكان عم يصلوا بشكل دائم وبشكل مستمر لحتى يتنازل هالإله العظيم في خلاص البشرية يتوسمى أمطر لنا الصديق البشرية كانت بحالة شوق لمجيء المسيح يسوع المخلص والفادي وفعلا ربنا له المجد اختار هالإنسان العظيمي العذراء مريم اللي من خلاله أتى الخلاص أتى المسيح يسوع أتى المسيح يسوع لخلاص العالم وفداء العالم وفعلا لما توجهوا توجهوا إلى بيت لحم بأمر من أغسطس قيصر لحتى يسجلوا عينتهم بقلب بيت لحم ما وجدوا مكان لحتى يتم فيه الولادة إلا مكان حقير هو مزود للبهائم هو مغارة حقيرة ارتضى الرب أن يولد بهالمكان المتواضع ما ولد بأسر ما ولد بحالة غنية ولد كأثر إنسان في مزود البهائم ولادة يسوع هي الولادة العظيمة اللي كانت بصمت كثير عظيمة كثير رهيب ما حدا شعر بوجود أو ولادة الطفل الإلهي ولكن السماء ما رضيت أنه تصمت الملائكة من السماء رتلوا وقالوا المجد الله في العلا وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة وكان ظهورهم ترأيهم للرعاة اللي هن مباشرة نتوجهوا نحو المغارة وركعوا للمسيح المخلص الفادي وأيضا المجوس اللي هن أجوا من أواخر الدنيا من بلاد فارس وتبعوا النجم وأدموا للمسيح يسوع ذهبا ولوبانا ومرا اعترافا بالمسيح يسوع أنه الملك وأنه إله وأنه المخلص الآتي ليخلص العالم نحن نسميه نسميه التجسد الإلهي الله تجسد الله أخذ طبيعة بشرية الله عما نقيل الله معنا حاضر في قلب العالم حاضر في قلب البشرية حاضر في مزود حياتنا ومغارة حياتنا نعم يمكن أبونا شرحت كيف في رمز معين يمكن ترمز له أو يرمز له الميلاد ميلاد السيد المسيح هو التواضع أيضا هو إديش المسيح كان متواضع ليعلم العالم التواضع وأيضا كنا عم نحكي أنه الميلاد معنه بس بالزينة وبالشجر هو بالعطاء وبمساعدة الفقير خاصة خلينا نركز علي بهالظروف أبونا أكيد أكيد هالموضوع مهم كتير بالنسبة لألنا مع كل أسف يعني نحنا أحيانا عم نتاخذ بالمظاهر الخارجية مع أنه هي شي مهمة وشي هي شي بتعطي جمال بتعطي فرح بتعطي غطة المظاهر الخارجية إن كان الشجرة ولا إن كان الزينة ولا إن كان المظاهر الحفلات والإحتفالات اللي نحنا منقوم فيها بمختلف المكاء أماكن ومختلف الكنائس ولكن ما نهي الجوهر فيه عندنا كثير مهم إنه نحن نركز على أهمية التجسد الإلهي ليش الرب تجسد ليش أخذ الطبيعة البشرية إجل حتى ينشلنا إجل حتى يغيرنا إجل حتى يبدلنا إجل حتى يجدد وجودنا ويجدد حياتنا وتكون الولادة مننا هي ولادة فقط ولادة لياسو هي ولادة لأنا كمان ولادة جديدة حياة جديدة نحنا منقوم فيها بقلب العالم طبعا بقوة حضوره بقلبنا وبحياتنا ولكن كمان الهدف الأساسي إنه نحنا نتوجه نحو الآخر نحو الناس المتألمين الناس المتوجعين الناس المحتاجين صحيح مهم كتير إنه نحنا حقيقة نفكر بهالأشخاص اللي هنن حضور الله بقلب العالم نعم فيه ترتيل كتير حلوة مرتلة من قول ليلة الميلاد يوم حالبغضو ليلة الميلاد تدفن الحرب ليلة الميلاد تزهر الأرض دايما هالصلوات الرائعة والتراميم الحلوة تعطينا هيك كيف نحنا نتوجه نحو الآخرين نحو الأشخاص اللي هنن بيأمس الحاجة للدعم والسند والمساعدة ونحن للصراحة دايما عنا توجهنا وعيذاتنا وتوجهنا نحو المؤمنين لحتى يتوجهوا نحو أعمال الحب أعمال الحب وهذا اللي بيسألك عنه أبونا حكيت كلام جدا جميل وإنساني وبيحكي عن الحالة الروحانية في زمن الميلاد اليوم بالميلاد كيفين يخلي الميلاد لكل الناس اللي عم تتابعنا دعوة ومصالحة جديدة بين الإنسان والله اليوم عم نشوف ظروف قاسية على سوريا على البلاد العربية على كل الناس أول الشيء الإنسان يتصالح مع الله له المجد دعوة لحتى نرجع للرب مهمة كتير أنه نحن نرجع لالله نرجع تائبين نادمين ونحن من الدعوات اللي نحن مندعية للمؤمنين أنه نحن مهمة هيئة لمغارة المغارة ما عاد صفت هي حجرية ما عاد صفت هي المغارة هي فقط مكان لولادة يسوع المغارة هي قلبك الله بيسكن جواتك الله بيسكن بحياتك بيسكن بكيانك هالحضور الإلهي مثل ما أنت عبتتحضر هالمغارة لو تحط فيها الطفل يسوع مثل ما عبتتحضر بيتك لحتى تمضفه وترتبه لحتى كمان تستقبل العين كمان نهم أنه ترتب قلبك نضيف قلبك من الآثام والذنوب والخطايا لحتى الله يسكن فيه طالما الله سكن بقلب الإنسان هذا الشيء بيخليه توجه نحو الآخر وفيصير يفكر نحو الآخرين إذا أتلت الله بحياتي أتلت الله بحياتي أتلت الإنسان قاعدة بيقوله إذا أتلت الله أتلت أخوك الإنسان مهمك أنه حضور الله الحب حضور الله المحبة هو بيخليك تتوجه نحو الآخر نحو الناس اللي هنم بيأمس الحاجة للسند والمساعدة على عدة أصعيدة يعني في عنا نحكي على الصعيد العلاقات العامة غير موضوع المساعدة حتى نحن كعلاقات عامة أحياناً كثير عم سير في عنا نوع من الطريقة المعاملة أحياناً عبتكون مانا سليمة مانا صحيحة في أحياناً في أحقاد عبتكون موجودة بقلب الإنسان مهم أنه ينزع الحد من قلبه ومن حياته لما يكون الله ساكن فيه يتوجه نحو الآخر الحب والمحبة ويصير في عندك طريقة تعامل معه سليمة وصحيحة ومن ناحية أخرى من ناحية إنسانية هي التعامل على مستوى أعمال المحبة وعمال الرحمة اللي هي مهمة كثير أنه تاخد حيزة كثير كبير بحياتنا خاصة بالوقت الراهن اللي نحن عم نقول اللي عم نعيشه هل حالياً الديئة اللي عم نعيشه تعالي منا مهمة كثير أنه نحن نفكر ببعضنا البعض لنتحرر من روح الأنانية الأنانية اللي هي طاغية بحياتنا اللهم أنه أنا بس أنه أنا دبر أموري أنا دبر حياتي مهم أنه تدبر حياتي كمان غيرك لما تفكر بغيرك كمان أكيد ربنا بيفكر فيك صحيح يمكن أبونا يمكن أمام هاي الكلمات لازم أكيد الإنسان يوقف مع ذاته يمكن وجود الله في نفسنا هو الذي يمنح السكينة لقلوبنا وبالتالي نحن فينا نعطيها للي حولينا قد مهم مو بس بزمن الميلاد في جميع الأزمنة في ظل الظروف أنه نكون يعني إذا عنا شيء ولو شوي زايد نقدر نشاركه المشاركة روح المشاركة مع الآخر مو مثل ما قلت الأنانية بس أنا أكيد موضوع منه متعلق فقط بالميلاد ولكن هي فترات الميلادية فترات وخاصة الأعياد يعني بشكل عموم بشكل عام ونحكي هلنا على الميلاد يعني بصير فيه الحركة الروحية أقوى يعني بصير فيه دفع أقوى دفع أكتر نحو أعمال الحب أعمال المحبة وأعمال الرحمة ولكن هو دعوة لكل أيام السنة كل أيام السنة كل يوم عنا عيد كل يوم أنا عندي عيد إذا أنا حقيقة أفكر بي غيري أفكر بي هالأشخاص اللي هني بيأمس الحاجة نستند والمساعدة يعني بالنهاية مثل ما حكينا أن الموضوع متعلق بمدى قوة علاقتي بالرب قوة علاقتي بالمسيح يسوع هو هي اللي بتساعدني كثير حتى أتوجه نحو الآخر نحو الناس المتألمين الناس الجائعين الناس المحتاجين الناس البردانين بيقول نحن في عنا مقولة أو آي قال ربنا يسوع المسيح كنت جائعا فأطعمتموني وكنت عريانا فكسوتموني وكنت مريضا فزرتموني سألوه إين تشفناك هاي بتدينوني قال كل ما صنعتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبيفعلتموه وهل آية من رددها دايما نحنا بشكل عام وكثير من المؤمنين بيفهموها بيعرفوه أنه أنا لما بساعد نحتاج ونعم بساعد الله عم ساعده لأله لأنه ربنا اتألم وتوجع وما كان في مين يساعده يعني بما معناه نحكي عن الوجود يسوع في بيت لحم لما راح على بيت لحم ما في مين استقبله يعني ما في بيت استقبله حتى بالنزل ما في أماكن نهيا حتى بالنهاية وصلوا لحتى ولد بمغارة أنا في أشخاص كتير غرباء في كتير ناس الناس ما عنده بيت في ناس كتير ما عنده مأوى في ناس كتير ما عنده أجار بيت هالأيامنا الحالية صحيح يعني فيه عن ناس كتير مهجرة في ناس كتير نازحة من بيتها للأشخاص يعني كمان نحنا مهم نفكر فيهم دايما لما نفكر عبعيش الميلاد أنا من الطريقة هاي كون عبفكر بغيري يعني دايما لما نعيش روحانية هالعيد روحانية هالعيد بتساعدني حتى أفكر بغيري أنه يسوع اللي هو رب ولد بمزواد عندش فيه ناس هلا يعني حالته بالويل وين عبتولد وين عبتكون وكيف عايشة شو الطريقة اللي عايشة فيها لما أنا عب أقدم المساعدة للأشخاص كأنه عب أقدمها للطفل الإلهي يسوع المسيح شايفين بقى الموضوع كمان فيه عنك عدة أشياء كمان حتى موضوع لما هيلودوس أراد أنه يقتل الأطفال أطفال بيت لحم بحجة قتل المسيح يسوع أمر الرب مار يوسف أنه يأخذ العائلة ويروحوا لوين على مصر هربوا على مصر هيا عمليات النزوح هيا عمليات النزوح كتير أشخاص صحيح كتير ناس عانت من موضوع النزوح والخروج من بيتها هالأزمة اللي عشتناها قدش فيه ناس نزحت قدش فيه ناس طلعت من بيتها قدش فيه ناس تقلمي كمان نحن ما نفكر بهالأشخاص انتلاقا كمان من النزوح يسوع وخروجه من بيته قدش صعب إنه واحد يطلع من بيته ويتهجر من بيته وينزح من بيته دايما الموضوع متعلق بمدى إيماني ومدى إبدايش إنه أنا عايش الإيمان إنه إيماني إنه الشخص اللي أنا عب ساعده والشخص اللي أنا عب دعمه أنا عب دعم المسيح المتألم والمسيح المتوجع اللي هو بيوم الأيام اتألم وتوجع وما ضل حدا قدامه نهائيا يمكن عم نستحضر بعض تفاصيل جدا جميلة أبونا ويمكن هيدا الشي اللي تجسد خلال عشر سنوات من الحرب وجودنا اليوم هو الإيمان اللي بداخلنا مساعدة الآخر كتير ظروف قاصية مرت علينا وما زلنا نحنا موجودين على هاي الأرض عم ندافع عنا وكنا عم نحكي معك تحت الهوى حتى أجواء الميلاد والنشاطات والفعاليات هي قدش بتعطيك أمل إنه فعلا عم نحاول بي ميلاد السيد المسيح ميلاد السلام مزرع السلام الداخلي في أنفسنا أكيد خلال هالأزمة معانات معانات كتير كبيرة عشناها خلال الحرب الكونية على بلدنا الحبيب السورية والخراب اللي حل الخراب الكبير إن كان بالبيوت خراب على الصعيد الإنساني يعني الشخص فعلا يعني خلال الأزمة عشر سنوات تحولت كنايسنا وحتى منظماتنا أخوياتنا نشاطاتنا كلها تتحولت لها استنفرات لموضوع دعم ومساعدة هالأشخاص اللي نقبل مسل حاجة للسند والمساعدة حاولوا وعب يحاولوا لازالوا اليوم تدمين هالبلد فيه دمار حصل للصراحة ولكن دايما في عنا هالحضور الإنساني اللي موجود بيقلب بيقلب شبيبتنا بيقلب أولادنا بيقلب مؤمنين بيقلب محسنين هالأشخاص اللي هنه حقيقة عبي حقيقة عبيشعروا بالفرح بإنه هنه يساعدوا هالأشخاص اللي هنه بيقمس الحاجة لدعم والمساعدة عشر سنوات للصراحة تحولت كناسنا لأعمال خيرية كلها تعب تنطلق مننا أعمال حب أعمال محبة وأعمال رحمة وهذا الشيء اللي احنا متمنى أنه يستمر بالصراحة وأكيد عنا إيمان وعنا رجاء أنه تنتهي هالأزمة ينتهي الضغط اللي كتير كبير علينا خاصة هلأ الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي اللي على البلد هو عادي بيسبب للصراحة بيسبب كتير وجع وألم وديقة كتير كبيرة على كل السوريين بشكل عام يعني عنا أمد عنا أمد عنا أمد ونأخذ ونأخذ أكتر ما نحن نعطي تماماً يعني أبونا اليوم اليوم بهذا النهار المبارك يمكننا نكرس يومنا للدعاء والإيمان بأنه في ولادة جديدة لسوريا الغالية إن شاء الله تكون رسالة السيد المسيح بما جاءه على هذه الأرض تكون توصلت أو عم توصل بشكل ما لكل العالم لنقدر نحن يعني نكفي باقي حياتنا بهذا السلام اللي نحن دائماً نطمح لأله نور لولا يمكن الحروب اللي صارت ما كان في مآسيا هيدا البشرية نتشكر وجودك معنا أبونا نتمنى لك ميلاد مجيد لألك ولكل المحبي الله خليكم إن شاء الله هيك بيكون ميلاد مجيد للجميع ومع الملائكة من أولى المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام السلام اللي نحن نطمح لأله وبشكل دائم وبشكل مستمر حضور المسيح يسوع بقلب العالم يعطينا سلام نطلب من رب السلام إله السلام يزرع السلام بقلبنا بدرجة الأولى السلام ببيوتنا السلام بعائلاتنا السلام ببلدنا الحبيب سوريا وتكون بلدنا منارة بقلب العالم وتعطي السلام للعالم إن شاء الله العام تبقى الفخير وعياد مباركة للجميع عياد مباركة للجميع شكراً إليك أبونا بميلاد السيد المسيح نقول ميلاد الجيد على سوريا الحبيب إن شاء الله يا رب تزول كل الأوجاء على كل الناس على أرضنا وشكراً كتير إليك إليك أبونا بميلاد السيد المسيحة على كل الناس وشكراً كتير إليك أبونا بميلاد السيد المسيحة على سوريا